واجهة الفلسطينية والبطولة الجديدة هذه المرة لشعبنا الكريم هناك مع قوات الاحتلال ما هو الجديد الذي تحمله هذه البطولة وما هي التطورات والصفحات التي قد تكون مفاجئة في هذا المنازل تحياتي لك للجمهور الكريم لضيفك تحياتي لكم جميعا تحياتي للعراق بلد الشهامة العربية والبطولة العربية بلد النجدة عندما تحتاج الأمة للنجدة جمجمات العرب كما اعتدنا أن نسميها أخي نجم النجوم لقد ضايقتني عندما اعتبرت بأن العيد هذا العام هو غصة إنه أفضل عيد منذ سبعين عاما مرة على الشعب الفلسطيني لماذا؟ لأن هذا العيد الشعب الفلسطيني مجمع فيه على المقاومة في الداخل والخارج لا يوجد خلاف على إطلاق الصواريخ كما كان يحصل في السادق كانت تتهم دائما إيران بأنها تقف وراء حماس لإطلاق الصواريخ لكي تخدم المفاوض على طاولة البرنامج النووي مع الغرب كانت الصواريخ تطلق وتأتي إسرائيل وتدمر ما تدمر وتقتل ما تقتل وكننا نعتبر بأنها صواريخ عمسية هذه المرة دفاعا عن المسجد الأقصى وليس حي الشيخ جراح دفاعا عن كرامة المسجد الأقصى الذي داسته أقدام وبساطير الجنود الإسرائيليين وأطلقت فيه الرصاص والغازات وقنابل الغاز دفاعا عن هذا كل الشعب الفلسطيني طالب في فصائل المقاومة كل فصائل المقاومة بأن تطلق الصواريخ على دولة إسرائيل على كل المدن الإسرائيلية هذا هو الجديد في هذه الجولة من المعارك مع العدو الصهيوني الجديد الثاني أن الشعب الفلسطيني يعرف ويدرك أن هذه الصواريخ أطلقت دفاعا عن المسجد الأقصى دفاعا عن كرامة الشعب الفلسطيني ولذلك كل الشعب الفلسطيني مجمع على أنها صواريخ حق حتى لو كلفنا ذلك دمار كل غزة والله أهالي غزة يقولون هذا الكلام يقولون مهما كلفتنا ردود إسرائيل على عدوانها سوف نقبل هذه الكلفة مرفوعين رأس مرفوعين قامات والهامات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية نحن خسرنا كثيرا كقضية فلسطينية في السنوات العشر الماضية من خلال سلسلة الأحداث التي تعرضت لها عدد من الدول العربية ولعل الخسارة الكبرى كانت عندما استخدمت إيران اسم فلسطين والقدس في غزوها لعدد وتخريبها لعدد من البلدان العربية هذه الخسارة اليوم أصبحت خلفنا الشعب الفلسطيني تجاوزها من الممكن الآن أن يعيد الشعب الفلسطيني كل التضامن العربي من حوله كما كان في السابق قبل دخول الفتن الإيرانية والتضليل الإيراني واستخدام فلسطين كذريعة لغزو العراق وغزو سوريا وغزو اليمن وغزو لبنان والتخريب الحاصل في الدول العربية قبل استخدام شعارات القدس في تخريب إيران نفسها من قبل هذا النظام الذي جعل الشعب الإيراني يكره القدس ويكره القضية الفلسطينية أو على الأقل من هم ضد النظام يكرهون فلسطين والقضية الفلسطينية بسبب الشعارات الجوفاء التي يطلقها هذا النظام والتي لم تأتي إلا بالخراب على أمتنا لم يقدم شربة مائل للفلسطينيين لم يبني مدرسة لم يبني مستشفى يدعي بأنه قدم الصواريخ الصواريخ صناعة فلسطينية محضة تكنولوجيا الصواريخ موجودة على الإنترنت كل الفصائل الفلسطينية اليوم تصنع الصواريخ وتقاتل بهذه الصواريخ دفاعا عن شعبها وكرامة المسجد الأقصى لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه قدم للفلسطينيين الصواريخ نعم